مرحبا معاكم عبد الرحمن ياسين صباغ طبيب طوارئ متعرف عبد الرحمن جعفر صباغ محنا ولد عم بس بالصدفة برضو يعني نشبه بعض صح مرة طيب تخصصك جراح مخاصاب طيب بما انه انا طبيب طوارئ فحاب بعرف ايش بالنسبة لكم السيميليشن في جراحة مخاصاب حديث دوشجون صراحة يعني يعني هو شوف انتو انتو في الطوارئ الموضوع السيميليشن شي مرة قوي ومرة يعني شوف شايف هادو حقه طوارئ قاعدين ينادو في الجراحة وبالذات جراحة العصاب يعني موضوع السيميليشن ده يعمي هذا توزر اس ألعاب فهو تشالنج حقيقي انك تغير كالتشر تفاهم الناس ترى والله سيميليشن ممكن يكون شي مفيد في الطوارئ انتو ايش رأيكم فيه في الطوارئ لانه القرار على قولتهم الغلطة بقون فما في مجال للاخطاء وفي مجال الطبي عموما لكن في الطوارئ نقدر نتدرب على اشياء كثيرة من ناحية اللي هو والنون تكنيكال سكلز الكوميونيكيشن مشاكل في الكوميونيكيشن كيف التيم وورك والتيم ديناميكس فكل هاشياء ما احنا حبين نتدرب عليها لما نكون في واحد حالة خطيرة بين الحي والموت فنتدرب عليها في السيميليشن بعيث انه نتعود وتصير جزء زي الهبد من الأشياء اللي نسويها وتكون كمبوتنسي عند كل واحد نحن برضو نحب ان احنا نعمل تيم باست سيميليشن لكن نتعود بشكل تريد ونطرح لكي لانه دايما منصب اهتمامنا كله انت اش هتسوي جو مخر مريض وللأسف عشان اعلم واحد كيف يعمل عملية في مخ طفل ولا مخ كبير لازم يكون عندي لازم يكون فيكم يعني الكمية الكمبيوتر بيست سيميليشن الفيرتشور ريالتي الاكمنتد ريالتي والاشياء هادي شي عنيف ويبغاله شغل يبغاله يعني اكسبرتيز يبغاله build up يبغاله واحد يعمل كرييشن للسيناريوز هادي يبغاله جيمرز يعملو لك الفيرتشور ريالتي هادي فا يعني احنا احس انه انتم محظوظين اكتر مننا هو في الاخير نتفق على نفس الهدف انه بنحاول قد ما نقدر نتدرب ما نتدرب على المرضى نتدرب على الادوات الموجودة عندنا بحيث انه قد ما نقدر نكون اكفاء عشان نتفادى اي اخطاء طبية او حتى بعض الاحيان مضاعفات طبية وانا اقول حكي الاندام القصة دي اقولها كم طيارة يحتاج الطيار يطيحها ويصدمها وينفجر فيها هو مع الركاب اللي معاه عشان يصير اكسبرت عشان يصير متمرن او متمرس صفر طب ليش نقبل حاجة كده في الطب ولذلك التدريب خارج غرفة العمليات والتدريب بعيد عن المريض يقلل نسبة الخطورة وان شاء الله يزود نسبة السيفتي فرصة زعيدة فرصة زعيدة شكرا لك حبيبي شكرا عبد الرحمن صباغ وعبد الرحمن صباغ يشكروكم على اتاحة الفرصة عبد الرحمن جاي صباغ في البابليكيشنز وعبد الرحمن واي صباغ في البابليكيشنز عشان بس نعرف تجيني دعوات على ساتني دكتور طوارئ ترى تحويل مرضى تبعك ترجمة نانسي قنقر